انا بدي الانتقال يصير من البوز الاول للبوز التاني بفترة ثانيتين او يعفترة two time units ما اتعرف بس لك انه هو بحق الظلم هاي السكنت هو باعتبرها كمشي step خمس دولة قديش step منهم هذا كلكم familiar بهذا الانستركشن بعمل creation the vector اريد الحالي ها هي رح تنتقل من zero لاثنين في فنكون عشرين step في الثاني فرح اصير عندي اربعين ورح اطلع عندي واحد واربعين ليش واحد واربعين رح تكون انا ببدأ بزيرو شملت الزيرو والتين فرح اطلع عندي واحد واربعين الماء zero point oh five point point one وهكذا رح اضل ماشي لحد ما اصر عشرين ازان هذا الستركشن رح يعمل time vector و time vector هو اللي رح عليه رح اشتغل رح احط وعندي positions مختلفة هاي time vector والترانسبوز حوله ل column vector هو كان رو فاهم هادا شو تطلع عليه مصبوط حتى تكونوا فاهمين شو اللي عملنا عملنا احنا الزمن اسمنا الزمن عملنا للزمن اسمنا الزمن لفترات بتتكون من خمسين ميلي سكند كل واحدة من هدول خمسين ميلي سكند وانا بدي احرك الروبوت بستيبس مقدارها خمسين ميلي سكند من واحدة لالتاني فراح هصير احركوا هون فراحكون في الو position هون و pause هون و pause هون و pause هون في كل واحدة من هذول بس انا ما رح اشتغل في ال inverse كلماتيكس رح اصير ااخد لكل كيو كيو جديدة وراح حرككم فلراح يصير الان رح نيجي نقول في انتقالي من تي ون من تي انيشن لتي فاينل عندي تي تي عمالها بتنتقل من زيرو point oh five point one لحب ما اوصل وبتنب كل واحدة من هذول رح يقابلها pause للروبوت الانيشن وان رح يقول هو كيو انيشن شو كان كيو انيشن متذكرين شو كان بمثل بمثل point four و point two و zero translation و rotation حوالي ال xx خوضر مئة وتمينين درجة و الكيو فاينل اللي رح يتحقق هون طبعا هاه هذو رح يكون هون فيكتر و بمثل فهاي رح تكون اااااة كيو ون انيشن لحد كيو سيكس ايشن وهذا رح يكون او كيو واين فاينل كيو ون فاينل لحد كيو سيكس فاينل شو بدي احط هلا بينهم. احط كل هدول اغيرهم. بحيث انهم يتغيروا حسب الزمن. هلا هادا راح نشرح فيه كيف بنعمل هدول. بس لازم يصير في عندي هلا حركة من كيو وان انشل لكيو وان فاينل. من كيو تو انشل لكيو تو فاينل. كيو ثري انشل لكيو ثري فاينل. هلا راح نخلق جديدة. الاحداثيات احلا بيش احداثيات كيو انشل. لا لا واحدة ستة. امثل ست زوائب. وشو احداثيات كيو فاينل? هلا. لو جيت هدول عملتهم. كلهم روز في ماتريكس كبيرة سميتها كيو. شو راح يكون فيها? راح يكون فيها. ستة كولومز وكمرهم واحدة واربعين. راح يطلع عندي الان كيو جديدة. لكيو جديدة راح يكون فيها زيرو. لواحد واربعين واحد. عفوا. او زيرو لاربعين. ايش هيك? راح يكون فيها زيرو لاربعين. كل روز شو بمثل? نقطة الزمن. الوضعية في نقطة الزمن. فهذا كأنه بوز رقم زيرو. وهذا بوز رقم واحد. او بدك ترقمهم زي ما بدك واحد لواحد واربعين بصير. راح يمثل. فرح يمثلوا الحركة تبعة الروبوت. واحد واربعين سلايس. راح تحرك يصير تحرك من سلايس للسلايس للسلايس. طيب لو هدول كترت عددهم شو بيبين عندي حركة الروبوت? سموتر. ولو خللت عددهم راح يصير يمقنط من فوزيشن للتاني. اوكي? فبنا نوازن بين هدول التنية. خلا نشوف الازن هدول كيف بنعملهم. ازن نعملنا نحن التاني. هلا هون بستخدم اللي اسمه. كيو. تراج هادا مهم جاهز. واحد. بعمل كيو تراجكتر. بحركني من كيو وان او اللي احنا سميناه كيو انيشال كيو فاينل هو هون اسمه. كيو وان كيو تو. شوفوا هادا مهمة. السنتاج تبعه. كيو. هون ايش تبعتي كيو واضحة. تتكون ست كولمز وواحد واربعين رو. لانه هاي فيها واحد واربعين. ورح ياخد كأنه عم بعمل ازا بدك. ازا بدك. بين كيو وان وكيو او بين كيو هلا هناك اسمه وان لكيو عم بحركه من هون على تي. ازا تبعتي كيو لازم تطلع واحد واربعين رو في ست كولمز من هون. هادا واحد. باخده زي ما هو. ازا ازا حطيت هادا هون. شوفوا ايش طلع معنا. اديش اللي موجودة في كيو? ست كولمز. وكم رو في ايزا عمدنا اوزع من واحد واربعين شيء. ولازم اخر سطر شو يكون فيه? واول سطر ايش لازم يكون فيه? وكل واحدة من هدول فيه رح يطلع لها تي. اللي هي تبع الروبوت. فالروبوت فيه الواحد واربعين بوز. رح نعمل من الاول للاخير. بس بينهم المتحرك متحرك على واحد واربعين اه ستب. في واحد واربعين ستب. رح اترك هلا هاي بنرجع لها بعدين نشوف كيف شكلها. بس رح نفرجيكم الان. البلوت الاول شوفناه. البلوت الثاني هلا رح نشوف. هلا الانستركشن. تي فايف سكستي. كوبي. هو انستركشن بعمل الان عماله بعمل البلوتنج للواحد واربعين حالي. فيها مباشرة من كيو لانه كيو فيها روز. اخذ اول واحد عمل له بلوت. اخذ التاني عمل له بلوت. مرة تاني نرد نشوف. احنا كان ما ادونيش من قدر نصغر الزمن ازا نصغر الزمن بن نصغر. فبدا الماتية تكون واحد واربعين نعمل مهام ميتين. مرة تاني ازا حبيتوا تشوفو. هاي واضح اننا عم يتحرك. من الى اول التاني. الرئيس اللي تغير هو رح تشوفوا راتا وان يتغير والرس تتحرك تب تسعين درجة. رح تحرك الرس تب تسعين درجة وهذا يتغير. والمسار اللي مشيه هو عبارة عن ربع دائرة أو مش ربع دائرة يعني أقل سكتر رح يعمل في الدائرة الموجودة